احنا النهاردة عندنا حلقة فيها كلام مهم وفيها تفاول اخيرا لقينا حاجة في الزمالك تدعو للتفاول اخيرا لقينا حاجة في الزمالك تخليك عندك امل تخليك تحلم ببقرة تخليك تحلم بالزمالك بتاع السنتين اللي فاتوا والايام الجميلة والبطولات وعشرين عشرين والسوبر واتنين سوبر في اسبوع تخليك ترجع للايام الحلوة دي وعشان كده انا هبدأ بالخبر السعي عشان كده انا هبدأ بصفقة الموسم عشان كده انا هبدأ بقناعاتي الشخصية وانا حر ولكن ما تقوليش بدري يا محمد لا مش بدري لما يكون عندك مدرب زي اخوان كارلوس اسوريو وما تقولش عليه صفقة الموسم يبقى حضرتك غلطان لما يكون عندك مدير فني بالحزم ده والحزم ده يبقى انت حضرتك عندك كنز لازم تحافظ عليه يمكن الفترة الاخيرة والموسم ده بالتحديد ادارة نادي الزمالك تعاملت في ملف قط اللبس وملف لعيبة نادي الزمالك ادارة نادي الزمالك تعاملت بشكل سيء ادارة نادي الزمالك دلعت اللعيبة وطبطبت على اللعيبة ما كانش فيه عقاب كان فيه انفلات واضح في قطة اللبس داخل نادي الزمالك وده كان باين للي يعني للي ما يعرفش حاجة عن الكورة اكيد كان عارف ان نادي الزمالك عنده مشاكل كبيرة جدا 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 في غرفة ملابس نادي الزمالك والادارة مسؤولة والمشرف العام على الكورة مسؤول عن ما يحدث داخل غرفة تخلع ملابس نادي الزمالك فريرا ما كانش قادر يحكم سيطرته على اللعيب الى ان جاء خوان كارلوس اسوريو وزي ما بنطاقت ادارة نادي الزمالك انها تسهلت وتهونت في موضوع قدة اللبس في نادي الزمالك زي ما بنطاقت ادارة الزمالك انهم تهونوا ويدلعوا وتقطابوا على اللعيبة بدون اي داعي زي ما هشيدت وهشكر ادارة نادي الزمالك على تعاقدها مع هذا المدرب يا عم محمد ايه يعني لسه الراجل ملعبش واول مطشت عادل اتنين اتنين وانت عمالت بتتكلم وخلاص اكيد معاك حق واكيد زي ما الناس بتقول الناس بتتكلم اهو الاستاذ احمد بيقولك ملحيش يشتغل انت ليه محمد مفخم الموضوع كده طيب هقول لكم انا ليه مفخم الموضوع السوريو مدرب شخصيته قويه سيبك من الفنيات منو الجوزيه كان معندوش فنيات واللي يقول لك منو الجوزيه مدرب تكتكس ومشعارف ايه يبقى كرم يبقى كرم بالزبادي جوزيه ما كانش مدرب فنيات لذلك ما نجحش في اي حتة غير مصر انما جوزيه كان شخصيته قوية عشان كده نجح مع الاهلي وعمل بطولات مع الاهلي السوريو هو جوزيه هذا العصر السوريو مدرب شخصيته قوية جدا وحازم وحاسم ومن الواضح وهقول لكم سر ان ادارة نادي الزمالك اتكلمت مع هذا البروفيسير الجديد اتكلمت معه وقالت له احنا مناش ضعب الفريق حضرتك مدير الكرة الفعلي مع الاحترام للكابتن عبدالواحد السيد حضرتك مدير الكرة الفعلي فعلا اسوريو هو رئيس جمهورية الكرة في نادي الزمالك ليه انا بقولك الكلام ده بقولك الكلام ده لان احد اعضاء الجهاز الفني خليني بقى ما اقولكش خبر وجري لا احكي لك الاسرار واحكي لك الكواليس احد اعضاء الجهاز الفني في نادي الزمالك اتكلم مع المدرب قال له في بعضنا العيبة في نادي الزمالك بتصهر واحنا كلنا بنصهر ولكن اكيد لو انت شغال في شركة بتديك خمس ست الاف جنيه في الشهر وبتقولك تعالى الصبح الساعة سابعة هتروح وهتقضي اليوم كله في شغلك وهتيج بالليل زي ما كلنا بنعمل في حياتنا هنيجي بالليل عن نوم زي الفسيخ وبتاخد كام بتاخد لك خمس ست الاف جنيه في الشهر انما اسوريو لما لقى اللعبة بتصهر عمل فرامات قال لهم لا يا حبيبي مش انتو بتصهروا اه انا مش اقول لكم ما تصهروش اللي عاوز يصهر يصهر هتعمل ايه تدريب نادي الزمالك هيكون الساعة تسعة الصبح يعني تسعة الصبح ماشي لا مش ماشي مش ماشي التدريب يا فندم الساعة تسعة الصبح بس حضرتك هتكون متواجد في النادي قبل التدريب بساعة ونص ايه او الله العظيم زي ما بقولك هتكون موجود قبل التدريب بساعة ونص ساعة ونص يعني هتكون موجود الساعة كام في النادي سبعة ونص سبعة ونص صبح طب هتسحر الساعة كام عشان تتشطف وتصلي وتاخد الشوار بتاعك وتركب عربيتك وتنزل هتسحر الساعة كام ساعة ستة ولا خمسة ونص حلو هتنام الساعة كام هتيجي الساعة عشر احداشر هتنام زي ايه الفسيخ فالمدرب خلاص عاوز تسهر الساعة ولكن هتكون وقف قدامي ساعة سبعة ونص الصبح سبعة ونص الصبح هتكون وقف قدامي واللي هيتأخر عن التدريبات ودي معلومة اللي هيتأخر عن التدريبات هيتم توقيع عليه غرامة كبيرة جدا سمعت انها قد تصل الى 200 الف جنيه طب خلاص هروح شوية هتدرب ساعتين واعمل ومش عارف واخد بعضي واروح اكمل سهر وفسح انت غلطان انت غلطان وطيب انت غلطان وطيب تدريب نادي الزمالك هيبدأ الصبح الساعة سبعة ونص اللي هيتأتكون موجودة في النادي وهيبقى مفتوح مفتوح يعني ايه يعني نخلص اربعة خمسة ستة وقت ما خلص الحصص التدريبية بتاعتي وقت ما خلص الحصص تدريبية بتاعتي يعني يوم كامل في الزمالك اه بيتم تطبيق اليوم كامل في الزمالك ولكن بدون ما اللعيبة تحس وده اللي كان بينقص نادي الزمالك مدرب زي ده طب اسوريو يا عم محمد عمل كده بس لا اسوريو بدأ يضغط على اللعيبة في الشغل البدني لا ان كل اللعيبة بدنيا واعيد ما عدا لعيب او اتنين اعفاكت زيزو فتوح الوينش هم دول اللي ممكن يكونوا في البدني كويس انما الباقي واقعين في البدني فاسوريو شغال مع اللعيبة في البدني مش عايز اقولك يعني عذاب عذاب وبدأ يشتغل معهم شغل خططي ضغط على الخصم ضغط العالي لمسة ولعبة التمركز الكويس مهمة كل لعيب في الملعب ايه مهمة المدافع اللعيب يغطي على زميله ازاي الباص المس باصك كتير بقى يعلم اللعيبة مش عايز اقولك بيعلم اللعيبة انهم يباصوا من اول وجديد بيعلم اللعيبة انهم يباصوا من اول وجديد وضكة التمريرات وكمان بيعمل ايه معامو حل الاداء عمل لكل لعيب زي فايل ايه المميزات اللي عنده ايه هي العيوب اللي عنده مدرب كبير اكسم بالله مدرب عبقاري مدرب عبقاري طيب وايه تاني عم محمد عمله المدرب اللي انت عمال واجع دماغنا بيه وسوريو وهو بيتكلم مع ادارة الزمالك ده شخصيته قوية كمان مع الادارة شخصيته قوية مع الادارة ليه بدأ كده عدد من الوكلاء يبدأوا يجيبولو ترشيحات اصلا انت خلاص انت دخل على شهر خمسة وفي الصيف خلاص يعني شهر سبعة ولا حاجة فانت شهر ونصف شهرين تبدأ من دلوقت تبص على الصفقات والحكاية والرواية بدأ بعض الوكلاء يرشحولو فلان وعلان ومش عارف ايه المدرب قفى القلب مش عاوز حد يرشح لي حد دلوقت لان انا لسه ما قررتش هعمل ايه في اللعيبة اللي عندي طب هو مين اللي هيمشي من الفرقة لسه طب هتجيب صفقات ايه لسه طب المعارين مين اللي هيرجع من اللعيبة المعارة طلب سيدي لكل لعيب من اللعيبة المعارة بحالته الفنية دلوقتي ايه بيشارك مع الفرقة اللي بيلعب معاها ايه ازاي ايه مدرب بدأ يحط نظام داخل قودة لبس نادي الزماني وقفل باب الصفقات تماما وقفل باب الوكلة تماما ومش عايز اقولك بس ممكن الكلمة قيلة بس شبه طرد الوكلة من نادي الزماني يعني انا سعيد ان نادي الزماني مش هيبقى فيه وكلة شبه الطرده من نادي الزماني وقال لهم انا مش محتاج حد لما اعوز لعيب هعرف اجيبه لما اعوز لعيب هعرف اجيبه وقال انا مش هتكلم لفي صفقات ولا في لعبة تمشي ولا في معارين يرجعوا ولا اي حاجة غير بعد نهاية الموسم وعاوز اتفرج على محمود علاء على اوباما على حمدي علاء على اللعيبة اللي هي الزمالك بيفكر انه يرجع طيب ايه تاني صفقة الموسم والمدرب العبكري اللي انا مقتنع بيه جدا 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 هذا المدرب هذا المدرب خلاص يعتبر من الواضح في الزمالك حاليا اني ناصر منسي هو المهاجم الاساسي للزمالك والاحتياط بتاعه سيف الدين الجزيل وده حق ناصر منسي تماما هو مقتنع بابراهيمة نضاي ولكن شايف ابراهيمة نضاي عاوز اشبهها لكم يعني هو ما قالش كده ولكن انا عاوز اديكم شبه لها عنده كهرباء زيادة عنده كهرباء زيادة يعني ايه يعني شايف اني نضاي محتاج بعض من الشغل الفني عليه اشتغل عليه بشكل فني متسرع شوية ابراهيمة نضاي ما بيقافش عالكورة بشكل كويس فهو محتاج ابراهيمة نضاي عارف لما تقول كده عاوز ازبط العفشة عاوز اربط عفشة العربية هو معجب بابراهيمة نضاي ولكن لازم يعيد هيكلة وتشكيل الحالة الفنية بتاعت ابراهيمة نضاي ولكن هو مقتنع بابراهيمة نضاي بشكل كبير جدا اتسأل على يوسف وسامة وسيف جعفر والموضوع ده واجع دماغ كتير من جمهور نادي الزمالك وواجع دماغي انا شخصيا وانا عاوز اللعيبة دي تجدد النهاردة قبل بكرة حتى لو هتوديهم اعارة لو هتبعهم ولكن الزمالك السنة دي الادارة عملت كوارس الادارة عملت كوارس باللعيبة اللي مشيت واللعيبة اللي جدت فاحنا مش نقصين نلاقي اتنين من مستقبل نادي الزمالك هيمشوا ييجا واحد يقول لي يا عم يوسف اسامة اناني جدد له وطلع اعاره جدد له وبيعه جدد له ودخله في صفقة انا مش بقولك يعد ولكن استفيد بولادك يا اخي فالملف متأخر وفي تقصير واضح من ادارة نادي الزمالك في التعامل في هذا الملف بتاع يوسف اسامة واسف جعب وايضا في ملفي اهم ملفين عندي محمد صبحي وفتوح وانا اقيل لكم من زمان الاهلي بيتكلم مع فتوح هو وبرامدز مع فتوح ومحمد صبحي الاهلي بيتكلم معاك والاهلي وبرامدز فتحين خط تفاوض مع هايتين الصفقتين وانا اتكلمت كتير الموضوع ده اتكلمت كتير ومش عايز اقولك ان انا تواصلت مع ادارة نادي الزمالك يا جماعة اللي اتنين لعيبة دول بالزيد صبحي وفتوح صبحي وفتوح اهم اتنين شوف بقى بقولك ايه وفيه كلام ما ينفعش اقوله عشان بس ايه ما بحبش اتكلم مع حد وقت اقول اصلا انا اتكلم انا ما بحبش كده ولكن اكسم بالله تواصلت مع احد الاعضاء في الادارة بدون ذكر الاسم يعني واتكلمت معاه يا فندم حضرتك صبحي وفتوح صبحي وفتوح اقولك ايه تاني بس ليس كل ما يحدث لازم اطلع اتكلم فيه طيب المدرب عاوز يوسف اسامة وعاوز سيف جعفر وقال ما عنديش مانع يبقوا موجودين اه هبص عليهم بشكل اكبر ولكن جددوله وطالب بتجديد يوسف وسيف بحيث لو هيدخلوا في صفقات يدخلوا في اعارف الكلام ده كله واتفق مع الادارة هيعمل تقرير الزمالك فضله عشر مطشات في الدولة هيعمل تقرير كامل مين اللي يمشي مين اللي يقعد مين السفقات الجديدة اللي هو محتاجها مين اللي يرجع من الاعارف مين اللي مايرجعش من الاعارف فانا سعيد بصفقة الموسم في نادي الزمالك طيب اشتركوا في القناة